اهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من المشهد المغاربي أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالنيابة أنور بن حسن رسميا عن تأجيل الانتخابات البلدية التي كانت مقررة يوم السابع عشر من شهر ديسمبر نهاية هذه السنة وذلك لاستحالة تطبيق الرزنامة التي تم ضبطها في وقت سابق واعتبر بن حسن أن تأجيل الانتخابات البلدية إلى السنة القادمة سيؤدي إلى تداخلها مع الانتخابات التشريعية والرئاسية المنتظر إجراؤها سنة 19 و 2000 وأضاف إلى ارتفاع تكلفة وإضافة تأجيل هذا طبعا سيزيد في ارتفاع تكلفة التكلفة المادية للانتخابات التي حسب قوله ستثقل كاهلة ميزانية الدولة وأكد رئيس الهيئة بالنيابة خلال لقاء خصص للنظر في مصار الانتخابات البلدية حضره ممثلون عن رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والأحزاب أكد على أن التجاذبات السياسية حول مجلة الجماعات المحلية واستقالة ثلاثة من أعضاء هيئة الانتخابات أثرت على المصار وأربكته في المقابل اقترح رئيس الهيئة يوم الخامس والعشرين من شهر مارس ثمانية عشر وألفين تاريخا بديلا في حال اتفقت مختلف الأطراف على ذلك فما هي الأسباب التي قيل أنها موضوعية لتأجيل الانتخابات البلدية في تونس وأي رسالة يبعث بها تأجيل أول استحقاق انتخابي يقطع مع المركزية ويبني سلطة محلية فعلية نتابع التقريب ثم نبدأ النقاش الأوضاع العامة بالبلاد ولسيما الأوضاع الاقتصادية أكد راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة التونسية تأجيل الانتخابات البلدية التي كان من المزمع تنظمها في السابع عشر من شهر ديسمبر القادم إلى ما بعد شهر مارس من العام المقبل واعترف الشيخ أن حركته كانت ضد التأجيل لكنها انصاعت لما أسماه أسبابا موضوعية دفعتها إلى قبول مبدأ الإرجاء غير أن تحديد التاريخ النهائي ستعلنه اللجنة العليا المستقلة للانتخابات حسب ما أفاد به رئيس النهضة حركة النهضة التي تقدم على أنها أقوى حزب في البلاد والأكثر استعدادا لخوض غمار الانتخابات تكون تنازلت مرة أخرى أمام ضغوط الأقليات السياسية وابتزاز بعض الأطراف فدعوة التأجيل بحجة الإعداد للانتخابات إعدادا جيدا يضمن لها النزاهة والشفافية تزعمتها حزيبات صغيرة لا تأثير لها انتخابيا لكنها قوية في تحريك قوة ضد داخل الإدارة وبقايا النظام القديم وتستمد هذه الحزيبات قوتها من التشكيك في قدرة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على تنظيم هذه الانتخابات في أفضل الظروف كما قالت في تصريحات صحفية أما الابتزاز السياسي الذي يكون أقنع النهضة بضرورة التنازل حتى لا يكون لأي أحد حجة للتشكيك في نزاهة الانتخابات هو الاستثمار الحاصل في استقالة رئيس اللجنة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار شهر ماي الماضي وتصريحاته بأنه لم يعد بإمكان لجنته العمل بشفافية وحياد تشكيك أيده فيه بعض زملائه في اللجنة ذاتها وفتح الباب مشرعا للطعن في نتائج الاستحقاق الانتخابي قبل تنظيمه بحجة التزوير لصالح النهضة التي كانت مصرة على تنظيم البلديات في تاريخها المحدد يحدث هذا رغم تأكيد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات استعدادها التام لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد أي بتاريخ 17 من شهر ديسمبر المقبل فالسلطات في تونس نظبت انتخابات تشريعية ورئاسية بعد نجاح الثورة قبل نحو ست سنوات واعتمدت دستورا جديدا قبل ثلاث سنوات إلا أن البلديات لا تزال تسيرها سلطات التنفيذية وتعين مسؤولها المحليين يعز العديد من المتابعين رضوخ حركة النهضة في كل مناسبة للضغوط والابتزاز إلى حكمة الشيخ راشد الغنوشي وحرصه على الانتقال السلس نحو الديمقراطية وترسيخ التعددية وتجنيب البلاد المزيد من الاحتقان وتفادي مخاطر الانزلاق نحو العنف هذه الحكمة في مقابل دهاء السلطة تكون كلفت النهضة الكثير وأثرت سلبا على رصيدها النضال وأسببت لها متاعب داخلية تهدد بشق صفها القبول بتأجيل الانتخابات قرار لا يكتسي أهمية استراتيجية ولا يؤثر في حضوظ الحركة لكنه يعظم علامات الاستفهام ويمثل تراكما آخر بعد قبول الحركة وهي تمثل الأغلبية البرلمانية بالتنازل عن مناصب ومسؤوليات منحتها إياها الإرادة الشعبية وتمرير قوانين وقرارات يرفضها الشارع لأن بعضها تتعارض وقيم المجتمع والبعض الآخر يعد انقلابا على الثورة وتكريسا لظاهرة الفساد والإفلات من العدالة تتقدمها إجراءات جديدة تتعلق بالأحوال الشخصية وقانون المصالحة الإدارية بهذه التنازلات تكون السلطة قد نجحت في جر النهضة إلى ملعبها وجعلت الحركة أقرب إلى العلمانية حسب رأي المتابعين تنازلات لم تكن لترضي نهم السلطة في تونس وليس أدل على ذلك من تصريح الرئيس قايد السبسي عندما قال حاولنا جلب النهضة لخانة المدنية ولكن يبدو أننا أخطأنا التقييم وبين حكمة الغنوشي ودهاء السبسي تقف تونس اليوم في مفترق الطرق إذا مشاهد الكرام للوقوف عند هذا الموضوع الذي يثير كلاما وجدلا في تونس تأجيل الانتخابات البلدية أرحب بضيفي في الستوديو عادل حمدي مدير المكتب قدس براس في لندن مرحبا بك أستاذ عادل أهلا وسهلا أستاذ سمير معي كذلك عبر خدمت سكايب من تونس القيادة في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية عبد الوهاب معتر مرحبا بك أستاذ عبد الوهاب وكذلك أحد مؤسسي حركة نداء تونس الأستاذ أحمد ونيس من تونس عبر الهاتف ومن تركيا معي الناشطة السياسية والصحفية عايدة بن عمر مرحبا بك أستاذ عايدة عادل حمدي أبدأ معك هذا اللقاش فيما يتعلق بهذه مقيل أنها أسباب موضوعية تقتضي تأجيل الانتخابات هل اقتنعت بهذه الأسباب الموضوعية؟ هناك جانبان بسم الله الرحمن الرحيم شكرا لك أخي سمير وشكرا للمشاهدين الكرام وربما هذا يوم آخر من أيام الحزن التي يجب على الديمقراطيين التونسيين أن يتأملوا فيها جيدا والثوريين خاصة الذين كانوا يحلمون بأن يتم انتخاب ممثلين لهم في الهيئات المحلية وفي البلديات حتى يكونوا أقرب التمثيل لهم وربما أيضا يخففوا من ضغط الحكومات المركزية إلى المركزية التي يحلم التونسيين بأن يكونوا شركاء حقيقيين في سياغة القرار وفي تحقيق تنمية تستجيب لمطالب الثورة بالتأكيد قرار التأجيل لم يكن مفاجئا لكل المتابعين التونسيين لقد كان تحصيل حاصل لم تكن هناك إرادة سياسية لا لدى الحزب الحاكم أي حزب نيدا تونس الذي يرأس الرئاسة الجمهورية والبرلمان والحكومة ولم تكن أيضا هناك إرادة لدى المعارضة اليسارية والعلمية نيدا تونس قال لمستعد للمشاركة وجاهز للانتخابات لكن 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 هو كان يعلم جيدا بأن المشاكله الداخلية وخلافاته الداخلية لا تؤهله إلى أن يخوض غمار تجربة الانتخابية يستطيع فيها أن يسيطر على الانتخابات المحلية وهي أقرب المؤسسات إلى المواطنين وهي التي يمكن أن تعيد صياغة الوضع في البلاد بشكل نعم تتعلم بأن النظام الذي يحكم تونس هو نظام جمهوري وهو خليفة أو وريث للاستعمار الفرنسي والاستعمار الفرنسي هو تحكمه الإدارة ولا تحكمه الحكومات المركزية والتالي تغيير الإدارة من تحت أي من المحليات والبديات من الأسفل يمكن أن يؤثر على موازين القوى السياسية ولذلك لم تكن هناك إرادة سياسية لدى غالبية الأحزاب السياسية بالنظر إلى الخلافات التي شقت هذه الأحزاب وبالنظر أيضا إلى أن هناك خوف ما زال هذا الخوف يعتني الكثير على أن الحزب الأكثر تنظيما والأكثر قدرة على الإقناع والأكثر قدرة على التجميع لا يزال هو ما يسمى بالإسلام السياسي ممثلا في حق النهضة على الرغم من كل ما دفعه من أثمان باهظة نتيجة المواقف التي يتخذها لجهة أنها مواقف لا تموت إلى الثورة بصلها وعلى رأسها الموقف من قانون المصالحة الإدارية الذي يعتبره كثير من مراقبين ربما طعنة في ظهر الثوريين أو في ظهر الثورة التونسية سأعود إليك أستاذ عادل إلى تونس أستاذ أحمد نيس أحد مؤسسي حزب نداء تونس ورحب بك مجددا أسألك عن هذه الأسباب التي قيل أنها موضوعية هل يحتمل الوضع الآن وهذه الصورة الجميلة ربما التي يأخذها البعيد عن تونس أن هناك انتقالا سلسا للديمقراطية أو أن هناك مواعيد تحترم وهناك خطن حثيثة روايدا روايدا نحو فعلا تدعيم هذه الديمقراطية والقطع مع المركزية وبني سلطة محلية فعلية حقيقية بالانتخابات الجهوية والبلدية تأجيل هذه هذا الاستحقاق أي أثر له بتقديرك على صورة تونس في الداخل وفي الإقليم وفي العالم كذلك أنا أعتقد أن السلطة المحلية هي من أهم المكاسب التي تحصلنا عليها بفضل الثورة وضروري أننا ندعمها ونرسيها ونزرعها في الساحة السياسية التونسية مستقبلا المصاعب التي نواجهها الآن في الانتخابات البلدية ليست هي شكلية فقط ليست هي إدارية ليست هي موضوعية فقط هي سياسية بامتياز والأسباب التي دفعت إلى تأجيلها هي أولا أن في بعض أنقاص يعني إجراءات قانونية لم تستكمل بعد هذه ما يسمى الأسباب الموضوعية لكن الجوهر أبعد من هذا بكثير الجوهر الذي دفع إلى تأجيل الانتخابات البلدية ممكن نحصره في شيئين أولا الذي نشاهده في الأحياء الشعبية المحيطة بالمدن يعني العاصمة وغيرها من المدن هو أن عصابات من أصحاب اللحية المسرحة والقميص يهرثون على الشباب التونسي ذكورا وإناثا ويطوّقونهم برقابة شديدة لتمنعهم من الحرية إذا ما تمت الانتخابات البلدية واستولت الحزب الإسلامي وأتباعه هذه البلديات ستجعل من هذه العصابات المتطرفة الإسلاموية سلطة طيب يا أستاذ أحمد أستاذ أحمد أنيس طبعا أستاذ أحمد أنيس على الديمقراطية التونسية يعني هناك خوف من أن فوز النهضة في البلديات سيدعم سلطة هؤلاء المتطرفين لا نخشى عن نهضة الممثلة في البرلمان طيب ماذا تخشوني لكن نخشى عن عصابات التي اليوم تتحكم في الظواحي في البدن وحتى أحيانا في قلب المدن في مراكب طيب يا أستاذ أحمد أليس هناك قانون في البلد هؤلاء إذا تجاوزوا أستاذ أحمد إذا تجاوز هؤلاء الذين تقول أن تصفهم بأنهم متطرفون أليس هناك قانون في البلد لماذا لا يطبق عليهم القانون إذن أنا واعي وأن يجب أن يطبق القانون من سوء الحر القانون لا يطبق على هؤلاء وهذا بالنسبة إليك سبب أستاذ أحمد وهذا بالنسبة إليك سبب موضوعي وكاف لتأجيل الانتخابات البلدية نحن نخشى على الديمقراطية التونسية إذن ابقى معي سأعود إليك لمواصلة النقاش لو سمحت أستاذ أحمد لو سمحت لي حتى أشرك البقية أستاذ عبدوهاب معتر أحييك مرة أخرى وود منك تعليقا على ربما ورد في كلام أستاذ أحمد نيس من أسباب أنا أول مرة أسمحها صراحة ثم عن الأسباب التي قيل أنها موضوعية أي تأثير لكل هذا لأنه الذي يهمنا مش تأجيل الانتخابات أو الانتزام بها أكثر من أنه الصورة السلبية ربما كما وصفها البعض التي يمكن أن تُعتَى عن هذا المصار الذي تمر به تونس مصار الانتقال الديمقراطي أستاذ عبدالوهاب يبدو أنه في إشكال في الصوت سيحاول زملاء ترتيب الأمر عيدة بن عمر الناشطة والصحفية معي من إسطنبول أستاذ عيدة أسألك أنت على هذا المصار الذي قال البعض أنه تعطل مع كل أسف كان يمكن أن ينتهي نهاية هذه السنة ومنها يبدأ الشروع رويدا رويدا في بناء لا مركزية وإعطاء سلطة محلية فعلية هل التأجيل بتقديرك في صالح فعلا هذا التمشي وفي صالح الانتقال الديمقراطي في تونس؟ طيب انقطع كذلك الأستاذ عيدة انقطع الصوت معها عاد الحامدي يعني أي تأثير أي رسالة فعلا يمكن أن تبعث بها السلطة الحاكمة بمختلفها رئاسية حكومة إلى غير ذلك إلى العالم كذلك بتأجيل الانتخابات شوف الدولة ومصاريحها والقوى المتحكمة فيها لا تعرف ذي القيم وذي للأخلاق وذي للمبادئ أي معنى لاحظ معي أن قوى اليسار التونسي التي كانت يوم ما وقفت فيما يسمى بقطع الطريق أو سياسة قطع الطريق على الحركات المقربة من الثورة أو ما يسمى في تونس بأحزاب ترويكا عندما قطعت تلك التجربة قطعت الطريق عليها وأتت بالبهجي قايد السبسي أنظر ما الذي كانه البهجي قايد السبسي لأحد أبرز حلفائه الذين أوصلوه إلى سدة الحكم وأعني هنا بحمل همامي عندما وصفه بكل النعوت بما في ذلك نعوت حتى الفئران وقال بأنه حتى تفسيره بأنه مثل الفأرة بحيث وهذا غاية في الإسفاف الخطاب السياسي عندما يتم ضرب قوى سياسية أسقطت تجربة كان بإمكانها أن تذهب بعيدا في قيمة الثورية فإذا به يتم قطع الطريق عليها وأيصال البهجي قايد السبسي البهجي قايد السبسي يوجه ضربة أخرى إذن لمن وقف معه في تمرير قانون المصالحة الإدارية وهو تسبية مغشوشة للمصالحة عملية لأنه يلغي برأي هيئة القضاة في بيادا لها اليوم يلغي أهم أدوات المحاسبة ومعرفة الحقيقة وإيصالها إلى الرأي العام التونسي ويضرب الهيئة الحقيقة والكرامة في مصار العدلة النقالية فهو أيضا يوجه ضربة أخرى إلى شريكه في الحكم الذي أوصل هذا القانون المصالحة ومرره في البرلمان يوجه ضربة أخرى للنهضة لأنه لا يريد للنهضة أن تنتصر في الانتخابات البلدية أو أن تكون المتصدرة للانتخابات البلدية وهذه الرسالة الأخرى وهي الرسالة التي سمعناها الآن من ضيفك من تونس من أن الأستاذ أحمد نيس وهو ديبلوماسي يعيما يقول عندما يتحدث ويبرز ويصور تونس كما لو أنها قندهار في تونس كما لو أنك الآن أنت أمام دولة هي عبارة عن مجموعة من الجزر التي يحكم فيها متطرفون وربما حتى بلباس ليس لباسا تونسي وإنما لباس قد يكون أهتي من أفغانستان أو من أي دولة أخرى وكما لو أن الدولة إذن من الذي انتخب هؤلاء الذين في البرلمان يصوتون على قوانين ديمقراطية من الذي انتخب رئيسا يستطيع أن يسوي بين المرأة والرجل في المراث من الذي انتخب رئيسا يستطيع أن يسمح للمرأة دون أن يرجع بشكبه هناك قوانين في البلد وهناك شرطة وهناك حرس وهناك قوات أمنية أين هي من كل هذا المشهد إذا كانت تأجيل أحد أسبابه الخوف من وصول هؤلاء إلى يعني كلام فعلا ربما له أدلته الأستاذ أحمد ونيس في كل حالات أعود الأستاذ عايدة بن عمر معي من تركيا من إسطنبول عبر الهاتف مرحبا بك أستاذ عايدة مرحبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام مرحبا كنت سألتك قبل أن ينقطع الاتصال عن قراءتك أنت موقفك فيما يتعلق بتأجيل هذه الانتخابات وأي تأثير بتقديرك لهذا التأجيل على سورة تونس لأنه كانت سيكون هناك موعد واستحقاق سيبدأ رويدا رويدا في نزع المركزية وتأكيد وتثبيت اللامركزية ومن ثم كذلك بناء سلطة محلية حقيقية لا ينكر الحديث عن أي منجز صوري فرعي دون حكم الخيار الجيمقراطي وتحسينه نهائيا فهو الأفق الاستراتيجي الذي تجمع فيه أو تعبأ فيه كل أطلاقات اللازمة لكل المسارات تأجيل الانتخابات نقرأوها يعني نقرأوها لتول أن النهضة الآن أثبتت أنها حزب سياسي له هيكل سنديمية عالية أما باقية الأحزاب فهي كرنفلات استعراضية لغير للآن الحزب الحاكم اليوم لم يؤسس مؤتمره يعني مؤتمر في أول الآن لهذا الحزب الحاكم مثلا أو أي مؤتمر أيضا للحزاب الأخرى المتوجد في الساحة والتي يعلو صوتها هذه الأيام وزايداتها على حركة النهضة أو حتى على المال للمسارة التوافق تحددتها للآن أغلبها لم ينجز مؤتمراته أو التي تتناسل يوميا هناك أحبار تتناسل وتتوارد يعني مثلما تتوارد الفيروسات يعني اليوم تتأسس عن الصعاليات سياسية أو أقطاب أو جبهات ثم تتفتت وهذا لعدم رؤية استراتيجية واضحة أيضا لضعف الأداء السياسي وربما نحن نرى أن وجودها هي أعبة على الصورة لحباتها وأن وجدت بعض الشعرات الصورية أيضا أن هذا التأجيل بالنسبة للأحزاب الأخرى هو نقطة في صارحها لأنها تؤجل لأن لو أنتخبات حدثت الآن تبينها عوار وهو ذا لهذه الأحزاب وكذلك عدم وجود شعبية لها داخل البلد يخفون حقيقة يخفون من الانتخابات أنا في تركيا نجاح العدالة الصينية في تركيا كانت بداياتهم هي أن نجحهم في تسجير البلديات عندما فازوا بالانتخابات البلدية قبل 15 سنة وتمكنوا من تغيير الوجه للبنية التحقيقية في تركيا وتحديث الخدمات اكتسبوا شعبية على مستوى التونسية كاملة ويعني تثالت المجازات كانت تشيرين عيدة بن عمر كانت تشيرين إلى أن من يطلب ويطالب بتأجيل الانتخابات يخشى تكرار نفس السيناريو نفس المشهد التركي في تونس عيدة حقيقة يعني بعد هذا نعم نعم إنهم يخشون ألو أتسمعوني نعم حقيقة يخشون بإكترار يعني التنجير والتركية بكل يعني بكل فعالياتها بكل مساراتها لأن التنجير والتركية انتلقت من البلديات انتلقت من نجاح حزب العدالة والثنية في تسجير البلديات وهو يعني قد قلب تركيا وقلب وجهها الحضاري في 15 سنة هو لا يخشون من تكرار التجربة في تونس والحال أن النغضة أثبتت يعني جدارتها أنا لا أدفع عنها لأنني يعني أنا يعني أنا كمسابعة أثبتت جدارتها في الحفاظ على الوحدة في الوطن في الحفاظ على المسار الانتقالي بكلية التنازل وحتى لو كانت تنازلات موجعة فهي اللي ربما نقيمها بعد 10 أو 20 سنة أنها كانت تنزلت في صلح الوطن نعم واضحة جدا أستاذ عيدة بن عمر الصحفية والنشطة السياسية كنت معي من السنبول شكرا جزيلا لك على المشاركة الأستاذ الدكتور أيمن بجاوي كذلك القيادة في حزم مشروع تونس ينضم إلينا من تونس أرحب بك أستاذ بجاوي لكن سأعود إليك بعد لحظات لو سمحت لي الأستاذ عبدوهاب معطر يبدو أن ترتب الخط معك القيادة في حزم الوطن لأجل الجمهورية كنت سألتك عن الصورة التي يمكن أن تعطى عن تونس بتعلت أن هناك أسباب موضوعية سيقع تأجيل الانتخابات البلدية في حديث على 25 مارس 2018 لكن ليس هناك أي شيء يؤكد ذلك ما هو تعليقك أولا على الأسباب التي قيل أنها موضوعية للتأجيل وأي تأثير لهذا التأجيل بصفة عامة على تونس كدولة وكمسار انتقالي شكرا سيد الكريم بالنسبة للأستاذ يلزبنا الرجل السياسي والمحلل وأبناء الشعب يعفو اللي أولا من تأجيل هذه الانتخابات تعتبر معناتها نوع من خلال كبير في المسار الانتقالي المشكلة يا سيدي هو البحث على الأسباب هناك أسباب معلنة وهناك أسباب غير معلنة وهناك أسباب حقيقي وأرجو أن تترك لي شيء من الوقت حتى أفسر هذا الأسباب المعلنة قالوا لأن هناك لم تكتمل سد الشهور على المستقلة للانتخابات ومن شيء أخرى لم يقع إنجاز أو وضع ما يسمى مجلة البلديات وإلا المجموعات المحلية المجلة هذه الحقيقة السؤال هنا من مسؤول عن ذلك أنا المسؤول عن ذلك لأن هذه الموضوع مسألة الانتخابات البلدية ومسألة الباب السبع من الدستور ووضعها منذ 2014 بداية 2014 الناس هدوموا في السلطة ورأينا قابوا بجميع تقريباً في المجال بالجانب التشعيط قابوا بالعديد من القوانين إلى غير ذلك المسألة المحورية التي تتعلق بالحكم المحلي اللي هي مجلة الجماعات المحلية لم يقع النظر فيها وخلاوها كأنها متروكة معلتها ليست قطب رحالي لمولا محل اهتمام وهذا تنقلك هذا ماذا يدل فيما بعد النقطة الثانية هي السد الشغول المستقل للانتخابات السد الشغول هذا يريد في الأخير في المدة الفايت التجاذبات اللي وقت والتخيب اللي وقع والبيع والشراء والمقايضات وربطه بقانون المصالحة مع كمسرحية كاملة مازل كاملة المهم أن الأسماب المعلنة هذو الزوز اللي هما أولاً يقولوا المجلة الجماعات المحلية من جهة اللي قاس تم تمسك بها المشروع وعلى حق التنبيل اللي هو هذا مسألة الأساسية مسألة الانتخابات هالفريق الحاكم الأغلبية الحاكمة هي التي مسؤول عليها إذن علاش يتأخر فيها نقولوا هذا السبب الحقيقي يا سيد الكريم واللي هو جاء في القول الصادم يعني الواضع جداً اللي قاله سيحمد ونيس اشنو المشلة يا سيد الكريم في تونس وهدايا هو وسجل علي لهذا وماذا شيء يقع نعم باب السابع من الدستور يعمل تقريباً دستور التونسي يعتبر من الدستير الرائدة في مسألة وضع الحكم المحلي مشاعتي للجهة نوع من الاستقلالية المالية نوع من إدارة الشأن وتدبير الشأن المحلي معلتها فصلها عن العلاقة العمودية اللي كانت موجودة في نطاق المركزية المفرطة ومشين ليس فقط بلديات لكن فيما أقاليم وفيما مجال الجهوية ومش نمشي في مسألة أساسية والحكم المحلي والديمقراطية المحلي هذا هو قطب الرحاة وهذا هو علاش ثم هناك تخوفات كثيرة اللي يقولوها السياسيين سع سع بالهمز بالنمز يا أخويا أحلى السلطة المركزية مشتتة عنا رئيس حكومة ورئيس برلمان ورئيس الجمهورية وطورة شعين كل حتى يقولو آخر إصلاحات تونس راجعة إلى أن هذا تشتت السلطة يقولوك في المركز السلطة مشتتة فما يقولوك لو كان نمشي لتشتت السلطة في الجهات وبدأت يقولو أن هذا يؤدي ممكن إلى أن الجهات ستتمرد وتولي مثلا جمنا اللي ما وقع في جمنا والي وقع في الكامور والي وقع في كذا مش يولينا معنا مشاكل وحتى يكون يقول هذه أد يمكن إلى تفاقق الدولة ويقولو فيها واضح جدا مسألة الأساسية هي هذه هي هذه صحيح أن هذا كله على خلفية اليوم يعني بمعنى أستاذ معطر وأن الأحزاب الكل بما عدت حركة النهضة طوانجيوة غير جاهزة طيب غير جاهزة لا يسمي جاهزة لأنها تضميروا تضميروا أسألت إجهاض الباب السابع من الدستور وتفعيله وبعثوا إلى أمد أطول ما يمكن حتى يعبثون حتى يعبثوا في المسلس التشريع اليوم وهنا وين المعركة الأساسية اليوم هو مش يعدوا المجلة الجماعات المحلية بش يفرغوا بواسطتها الباب السابع من الدستور من جوهره ويصبح ولي يأخذوا قانون خمسة سابعين لعبد المجيبة تنمرت والحكمة المركزية متشتت برئيس الجمهورية أستاذ عبد الوهاب من قمعي سأعود إليك بعد لحظات أستاذ عبد الوهاب سأعود إليك خاصة في النقطة التي أثرتها مسألة التشكيك في المؤسسات الدولة والتي وردت فيها أكثر من مناسبة لرئيس الجمهورية وأمس ربما في خطابه أو في حواره أمس أثار قال أن لا أتحدث عن تلك الدستورية المنتخبة لكن أتحدث عن آخرين سنعود ربما في نهاية الحلقة الحصة لهذه النقطة ابقى معي لو سمحت لي دكتور أيمن البجاوي القيادة في حزم مشروع تونس ينضم إليه وأرحب بك مرة أخرى دكتور أيمن لماذا طالبتم وكنتم من أول من طالب بعدم إجراء الانتخابات في تاريخها 17 ديسمبر وتأجيلها ما هي الأسباب بتقديركم؟ مرحبا بكم ومرحبا بكل المشاهدين قناة المغاربية هو في الحقيقة ليست مطالبة بالتأجيل في حد التأجيل بل مطالبة باستكمال المصار باستكمال المصار لأنه كلنا وكل الناس الكل اللي كانت موجودة وأجمعت على أنه المصار ليس جاهزا لإجراء الانتخابات البلدية في تونس في هذه الفترة مشاكل ورئيس الهيئة العليا للانتخابات بنفسه قال أنه استقال وأنه الوضعية غير مريحة كيف معني أنت أو أنت فيه في هذا في هذا ستدفلك أن تعطي إذا إلى هيئة ناقصة ولم تستكمل العضاها عملية استكمال الانتخابات أو عملية القيامة الانتخابات وهذا الكلام نتقال من شفيق فسار الرئيس المستقيل من الهيئة الانتخابات وقالت أنه وفما مشاكل داخلية وفما مشاكل قد تتأثر على سير العملية الانتخابية هذا في منحة أول ثم في منحة ثانية كذلك لاستكمال مجلة جامعات المحلية وكما كان كنت نسمع في الأستاذ يحكي على الفصل السابع للدستور الفصل السابع للدستور ما ينجب يكون إلا ما نستكمله مجلة الجامعات المحلية اللي اليوم زارت معناتها موجودة في العالم في مجلسة ومن هذوم هذوم يخليه أن الأرضية غير ملائمة لإيجارة انتخابات البلدية زادا نزيد من بكر ومحاجة أخرى واللي هي مهمة أنه واللي صار نحن إذا كان نحبه تكون انتخابات بلدية وتكون انتخابات شفافة وديمقراطية وتكون فيها مشاركة أكثر حدد من مواطنين اللي باش ينجموا يختاروا حقيقة من يمثلهم في البلدياتهم أو في مجلسهم المحلية أنه فترة التسجيل وفترة الفترات التي قدمتها اللي هي الهيئة العملة للأمتخابات لم تكن مناسبة للبواطن التوصي لأنه تعرفوا كما كل الأوطان وكما كل البلدان في العالم المصيف يكون هو فترة الراحة فترة المكاة وده يخلينا نشكه في العملية لأنه عملية تنسيج يا دكتور أيمن انتخابات 2014 وقعت في أكتوبر والتسجيل وقعت في الصيف نفس العملية يعني أنا أقصد أنه أقصد دكتور أيمن أقصد أنه الهيئة نفسها قالت حتى في اجتماعها أو الأمس قالت نحن نأسف لتأجيل الانتخابات وكنا قادرين على إنجازها يوم 17 ديسمبر البعض يقول إنه وقع تعمد عدم المضي في سد الشغور في هذه الهيئة حتى تنقطع الأجال خاصة مع ربط رئيس الجمهورية إمضاؤه على أمر الداعي للانتخابات إلا بالانتهاء من سد الشغور وشيء حتى قانونيا ودستوريا لا يلزم رئيس الجمهورية أن يربط بين هذا فمما يدل على أن هناك اقتراحا أو هناك رأيا يدعو إلى تأجيلها يعني من ديسمبر إلى مارس ما الذي سيتغير فيها ثلاثة أشهر هذه هل ستصبح الأحزاب غير جاهزة ستصبح جاهزة يعني مثلا؟ هو بش نكون وضعين أنا في حركة مشروع تومس وذلك كلمة قال في جل الفترات من الأمين العام أو من القيادين من القيادين الحركة أنه في حركة مشروع تونس نحن كنا حاضرين وقاعدين نحضر في الانتخابات البلدية والقوائم امتعنا شبه جاهزة وقاعدة تكون وذلك في بيزة أعنى وكنا قلنا حتى تاريخها تعمل امتاعنا أنها تكون قوائمات تلافية على مستوى مع بعض الأحزاب وتكون متفتحة على المتليم نحن حذرنا الانتخابات على أنها تكون اليوم صورة الزيساب يبقى أنه كما قلنا أنه مصرحة به نبيل بافور أو الأعضاء الموجودين في هاية الانتخابات هو تضارب مع مصرحة به شفيق سلسال وهذا اللي يجعل أنه كل الأحزاب تقول أنه خروج شفيق سلسال وخروج دوز أعظامها يجعل أنه تكون العملية غير مناسبة والعملية غير غير شفافة هذا يحوف معها طيب واضح جدا أهمية الانتخابات البلدية في المصرى منتقالي طيب خلاص إن شاء الله تلتزموا بس بمارس على الأقل نحن نحن نقول لفعش أنه وقعت إذا كانت تكون في مارس كنا أنه الانتخابات تكون مسعدين أنها تكون في مارس يبقى الانتزام هو الانتزام كل الأحزاب طبعا طبعا والتزام الهيئة العالية للانتخابات وكذلك الأرضية تكون اللي هي خاصة في حيات الإدارة إذا ما تكون موجودة لأنه ليس الفيدي أنها تكون حملية فقط لمجرد الحملية بل تكون مجرد الحملية الديمقراطية وتكون شفافة ووضح عن الناس تكون واضح جدا دكتور أيمن البجاوي أشكرك شكرا جزيلا على هذه المشاركة معنا القيادة في حزب مشروع تونس كنت معي من تونس أستاذك أستاذ عادل لأنه عنا نائب خرج من المجلس حتى يعمل معنا مداخلة ثم يعود بسرعة الأستاذ بدر الدين عبد الكافي عود ومجلس نواب عن حركة النهضة مرحبا بك أستاذ بدر الدين عبد الكافي يعني هذا التأجيل هل خلط أوراق النهضة رأينا تصريح الشيخ راشد يقول أنه رسالة سلبية للداخل وكأنه لم يكن موافق حتى أصلا على التأجيل ولكن أكره على ذلك هل خلط أوراق النهضة وما الذي بتقديركم سيتغير بين ديسمبر ومارس إن وقعت في مارس 2018 الانتخابات البلدية شكرا على الاستاذة في الحقيقة حتى للتوضيح نحن لسنا في جلسة عامة داخل المجلس لكنه التزام في اجتماع حجبي على كل حال هو الموضوع ليس موضوع خلط أوراق الموضوع حركة النهضة كانت واضحة في هذا الاتجاه كان نقاش منذ أشهر عديدة وكان مبرمج شهر مارس الفارض تكون فيه الانتخابات البلدية لكن للأسف المعارضة أو بعض الأحزاب هذه هي التي اقترحت نوعب 17 ديسمبر ومرة القصة تطالب نفسها بتأجيل أو التخلي عن هذا موعد لموعد آخر في الحقيقة كان شيء من القوبلة من قبل الرأي العام الداخلي في تأجيل الانتخابات بشيء من المرارة وشيء من الأسف لأنه انتظارات التونسيين جميعا التعجيل بهذه الانتخابات لأنه هي ديمقراطية القرد هي التي تمثل في شأنه القريب في مضافته في كل ما يتعالق بالخدمات وتأجيل والكل يتحدث عن الخدمات الربيئة في البلديات كانت انتظارات كبيرة من قبل المواطنين على أن الانتخابات هذه ليست جيد خطوة إلى الأمام في النجاحات السياسية التي تقوم بها تونس للأسف وقع هذا التأجيل نحن في حركة النهضة نعتبر أن المشألة ليست مشألة حزبية هي مشألة وطنية ونأمل أن كل الأحزاب تلتزم بالمقترحة الجديدة طيب يا أستاذ بدر الدين أستقل الانتخابات التي عبرت العديد من المرات على استعدادها الكامل لإنجاح هذه الانتخابات طيب سيد بدر الدين يعني بعيدنا عن الكلام الدبلوماسي إلى غير ذلك والالتزام إلى غير ذلك هل تعتبرون أن النهضة وإمكانية فوزها ربما الكاسح قد يقول البعض هو السبب الحقيقي وراء تأجيل هذه الانتخابات لأن سمعنا كلاما ممن يدعو إلى التأجيل وممن له مواقف من حركة النهضة ومشروع النهضة يقول لو أجريت الآن ستزيد من تغول حركة النهضة هل هذه الأسباب التي تقال هنا وهناك ساعات إشارة و ساعات تلميحة هل هي فعلا من ضمن الأسباب التي دعت هؤلاء الأحزاب الستة والسبعة خاصة وربما يدخل فيهم حتى نداء تونس إلى المطالبة بتأجيل هذه الانتخابات على كل حال هو السوادي ووجد أهل الذين صرحوا بهذا الأمر صحيح أن بعض القيادات السياسية أعلمت أن الانتخابات القادمة ستمكن حركة النهضة من الفوز الكافح ولست أدري على أي شيء اعتمدوا هذا التقدير في حين أنه الأعلام يؤكدوا وبعض الخبراء أن القاعدة الانتخابية المهضة ترأت بفعل صدرتها في حكم البلاد في ظرف انتخال صعب ثم في شراكة مع المنافس الرئيسي لها في الحكم في هذه الفترة الصعبة وتعلمون يعني العقبات الكبيرة التي تعترض الحكومات في المراحل الانتخابية مهما يكون من أمر يبدو أن البعض صعلا ليس خوفا من النهضة ولكنه لم يستطع أن يكون في مستوى اللحظة ولم يستطع أن يكون قائمات انتخابية وبحث عن كل التعاليات لتأجيل هذه الانتخابات ما أقوله قد تكون حضرتك اعتبرت مسألة دبلوماسيانة وأكد أن المسألة وطنية بامتياز حركة النهضة حريصة كل العرض مهما كانت النسبة التي ستتحصل عليها في هذه الانتخابات أو غيرها من انتخابات أن تونس تبقى النموذج تبقى المثال تبقى القاضي على النجاح من الاستعقاقات الانتخابية سيد بدر الدين تأجيل الانتخابات البلدية أثر على هذه الصورة التي تحرص النهضة على الانتزام بها لكن مع كل أسف أثر شأنه أبينا والشيخ راشد الغنوشي رئيس الحركة قال أن هناك رسالة سلبية وجهت إلى الداخل والخارج بهذا التأجيل وفي تونس هناك مشكل من الثقة بين المواطن وبين السياسي هذا التأجيل يزيد مع كل أسف في تدعيم وتعميق عدم الثقة بين السياسي أو رجل السياسة وبين المواطن قد يقول الكثير أنا أشكرك أستاذ بدر الدين عبد الكافي عضو مجنوب الشعب عن حركة النهضة كنت معي من تونس أستاذ معز بصالح مدير مشاريع في جمعية بوصلة أرحب بك وأطلب منك فقط الانتظار لحظات سأعود إليك لو سمحت لي أستاذ عادل في النهاية عملية التأجيل هذه التي حصلت والتي استاء منها ربما رئيس حركة النهضة أستاء منها مواطنون كثيرون خاصة وسائل التواصل الاجتماعي هناك ردة فعل سلبية لم يكنوا راضون على هذا التأجيل هل فعلا ستزيد من تعميق هذه الهوى بين المشتغل بالسياسة وبين المواطن الذي يرى الآن في الحكومة وفي الأحزاب السياسية أنها لا تمثله مئة بالمئة نحظ سمير أنه كان بإمكان النخب السياسية التونسية كما كان بإمكان الرئيس أن يصدر أو تعليماته إلى وزير العدل من أجل أن يعدل ويلغي القانون 73 بشأن السباح للمرأة التونسية بأن تتزوج غير المسلم كان بإمكانه أيضا أن يصدر توجيهاته إلى البرلمان كما هو مشاريع القوانين التي يسمح له بها القانون أن يصدر تعليماته إلى البرلمان أو يقترح على البرلمان قانون للجماعات المحلية أو مجلة الجماعات المحلية اللي يتم مناقشتها وتمريرها بحيث يمكن الوفاء بالذهاب إلى الانتخابات المحلية لكن يبدو أن اهتمامات النخب والكيدات السياسية التونسية مثلا بالحرب في ليبيا والمصالحة في ليبيا أكثر من اهتماماتهم بالتحصين البيت الداخلي بحيث يمكن القول بأن خطوات من هذا القبيل يمكنها أن تدفع باتجاه المسار الديمقراطي باتجاه المجهول أي أنه لا أحد الآن يستطيع أن يضمن أن المحطات المقبدة لاستكمال المسار الديمقراطي ممكنة لا أريد أن أقول هنا أن النهضة هي المستهدفة لأن النهضة أيضا هي تجني ثمار نكثها بعهودها فيما يتصل بالتزاماتها الأخلاقية والقيمية والمبدئية فيما يتصل بالثورة وعلى رأسها تمرير قانون العدالة الانتقالية تحت ما يسمى أو ما سمه الشيخ غنوشي الصفح والعفو وبفهوم الطلقاء تقصد المصالح الاقتصادية المصالح الاقتصادية والإدارية المصالح إدارية هو ما يسموها سموها إدارية نعم سموها إدارية وهو كما قلت لك كان فيه هذا هذا ربما يعتبر بأنه تخلي على أهم القيمة الأخلاقية جاءت بها الثورة وربما أيضا عطل الثورة أيضا كما قلت لك جماعة اليسار التونسي الذين كانوا يعتقدون بأن هذا القانون قانون عدالة الانتقالية يمكنه أن يمهد لما يسمى بمصار العدالة الانتقالية لكن هذا القانون ضرب هذا المصار واعتبر بأن هذا أيضا ثمار أو جنيا لثمار قطع الطريق الذي كانوا قد رفعوه ضد المصار الترويكا الآن هل يمكن القول أن الذي سمعناه من التونسيين جميعا هذا الفعل المبني المجهول عن الجهة التي قطعت الطريقة على الجميع ومنعت الجميع من أن يمارس حقه في الاختيار من هي هذه الجهة؟ لماذا يتم استخدام الفعل المبني المجهول؟ لماذا يتم التخفي دائما وراء هذا الفعل وبعض القوى؟ لماذا لا يسمون الأشياء بمسمياتها؟ من مصلحة من يتم إجهاض حلم الانتقال الديمقراطي وتمكين الشعب التونسي من أن يختار ممثلي في المحليات؟ حتى وإن كان مقاله لن يتم إجهاض هذا هو تعجيل حتى وإن كان الأمر كما قال السيد أحمد الونيس أن بعض الجهات يمكنها أن تأخذ خيارات ربما متطرفة نوعا ما في الاستقلال على المركز ولماذا لا؟ من هو المصيح على الشعب التونسي؟ حتى يمكن أن نقول أن الشعب التونسي يمكن أن يذهب نحو البجول من الذي أوصاك؟ هل هي مصايرة البنية؟ سأعود إليك على فكرة سيد أحمد الونيس غادرنا ولم يوشأ المواصلة الحديث لأنه لم يعجبه رد تفاعل الضيوف مع ما قال ففضل المغادرة الآن معي معز بصالح مدير مشاريع في جمعية بوصلة من تونس أرحب بك يا سيد معز أنتم مع مجموعة من الجمعيات أصدرتم بيانا اعتبرتم أو حتى عنوان هذا البيان اعتبرتم أن ما حصل من تأجيل الانتخابات البلدية هو خطوة إلى الوراء في مصار الانتقال الديمقراطي لو تشرح لنا أكثر هذا المعنى وهذا البيان وهذا العنوان بالتحديد نعم شكرا أول شيء على الاستضافة مرحبا في البداية لا يجب أن نضع هذا القرار في سياقه هنا اللي جاء فيه القرار هو تمرير قانون المصالحة هذا جاء بعض المحاولات عديدة لتمرير قانون المصالحة وأخيرا مر على تسويت الأسبوع الفرس في مجلس نواب الشعب فهذه احنا اعتبرناها في جماعية الباصلة في نظام الباصلة خطوة سيئة جدا للعدالة الانتقالية يعني هذه ضربة سيئة جدا للعدالة الانتقالية وأيضا حتى نجم نقوله لتطبيق الدستور لأنه هذا الدستور الذي يضمن المفروض يضمن تحقيق العدالة والمستوات يعني هذا جاء هذا القانون المصالحة الإدارية في الحقيقة يضرب مقدة العدالة ويكارس مقدة الإسلات من العطاة وهذا اعتبرناه في جماعية منظمة الباصلة هذا خطوة إلى الورقة فجاء في هذا السياق بعدين الشرع المجلس في النظر في مشروع مجالة الجماعات المحلية اللي هي نعتبرها احنا نوعا ما الدستور الدستور المخص للجماعات المحلية يعني بمثلها البلديات والمجالة الجهوية والأسفلين وكل ما هو متعلق بالباب السابع من الدستور اللي هو يقص لمركزية فهذا احنا نددنا العديد من المرات مع شركانا في المجتمع المدني من التأخير في النظر في هذه المثلة في مجالة جماعات محلية وقلنا حضرنا لحقيقة الصحة السياسية وكل الأطراف وبمجال الهيئة الانتخابات وخاصة المجلس والشعب أيضا أن التأخير في النظر في هذه المجلة ليس من شاني أن يؤثر على الانتخابات البلدية طبعا طبعا هذا ما يسهلش عملية التوجهة نحو الانتخابات البلدية جاء يوم قامت يعني عدم كان آخر أجل من ناحية القانونية لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للانتخابات البلدية فهذا جاء في هذا البيئة والحقيقة القرار كان وفي هذا الإطار لكن هذا مؤثر جدا نعم وهذا في النهاية الذي جعالكم تعتبرونه ما حصل سوى مع قانون صالحة لدارية أو تأجيل الانتخابات نكسة إلى الوراء أو عودة إلى الوراء في المصالة الانتقالية طيب أستاذ عادل معز بصالح مدير مشاريع جمعية في جمعية البوصل أشكرك شكرا جزيلا أستاذ عبدوهاب في دقيقة لو سمحت لي لأن الوقت فعلا أدركنا لو سمحت لي كيف تنظر أنت إلى هذا النسق الذي تسير عليه الحكومة والرئاسة والأحزاب السياسية هل فعلا هناك إكرهات والجميع تعامل مع هذه الإكرهات أم أن هناك فعلا عودة رويدا رويدا إلى الوراء سيد الكريم هذا مش قوله أنا هذا عبد الشارع في الشارع التونسي هو آخر ما قلت أنا نشهد اليوم ما تسمى الفرنسي لتورد لامنيفال نحن اليوم قاعدين نمشيه رويدا رويدا نقوس على الأعقاب لإرجاع الوضعية إلى ما كانت عليه في 2010 مع بعض التعديلات الخفية لإرضاء الممويدين والغرب ولا أكثر ولا أقل وأنا نأكد اليوم حتى 25 مارس يعني أننا المرجع 90% نمتقى عن الانتخابات اليوم مش قضية الانتخابات القضية هو المجلة الجماعات المحلية على ماذا ستحتوي وهذا يا ماذا بينا تخصوا لبرامج فيما بعد وقتل تكمل المجلة ترون تشوفوا اللي هو أفرغ مسألة الحكم المحلي والباب السابع من الدستور من كل محتوياته لأن هؤلاء يريدون حكم مركزي ويريدون أن الجهات تبقى دائما تحت المركز ومفهماش ديمقراطية محلية لأن حق الديمقراطية المركزية قاعدين يشتكين فيها وقلولك مثلا من السلطة لأما الدستور توسي ميستو في العالم وأنه وزع السلطات باش ما خليش تتكثف في طرف معين وهذا هو قطب الرحاة كل محاولات كل ماشي بدل اتجاه المهضة اليوم للأسف الشديد هي في موقع العدو أمامكم والبحر وراكم ستقبل المهضة وحتى وكننا خلوليش الخلس وعشر المارس مش تمشي يطلع المشروع ولا أجمع آخرين يقولوا ما فماش نزاهة انتخابات وما فماش تمويل وما فماش شفافية وانكوا يتأخروا حتى في المجلة الجامعة المحلية لأن عندما ميزانية في المجلس تاو مش يقعدوا فيها حتى الديسمبر وبعد يقول لك من دسمبر حتى المارس ما يكفيناش فيها أربعمائة فاصل وفي هي بيدها محل تجاذبات ومحل توافقات ومش يقعدوا فيها لأنها دستور كما قال الأخي لقبلي هي دستور جهوي وبالتالي الدستور المركز يقعدنا فيه تقريبا ثلاث سنوات هذا دستور مش يقعدوا فيها ومش يطولوا ومش يتخابات حتى الجيه 2019 كانوا حتى انتخابات في 2019 يعمل الله وقتها لأنها المجموعة الردة رجعت للسلطة فأن هذه البلاد سننرجع إلى نقطة الصفر شكرا لك أستاذ عبداللهب معطر القيادة في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية كنت معين من تونس الشكر إلى الأستاذ عاد الحامدي مدير مكتب قصفرس في لندن وشكرا لكم مشاهد الكرام على المتابعة موعدنا بحول الله غدا دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله